استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نشاط وزارة التعاون الدولي في إطار فعاليات مؤتمر كوب 27 الذي اختتم فعالياته في مدينة شرم الشيخ مؤخرا وقدمت وزيرة التعاون الدولي نتائج لقاءاتها المكسفة مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين والتي تم خلالها بحث سبري دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك ودفع رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر في مصر كما أشرت إلى نتائج جهود حج التمويلات الإنمائية الميسرة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وذلك لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتوطيد الشراكات بين مصر وشركاء التنمية من أجل تحفيذ رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر ترجمة نانسي قنقر